اشتركوا في القناة وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والسلامة من كل إذن والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا قدوس يا سلام اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن تصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ها نحن قد وقفنا ببابك وعنت وجوهنا لجلالك وخضعت رقابنا لسلطانك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نسألك يا سيدنا ويا مولانا نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا من النار وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أنفر الحظ والنصيف ولسائر المسلمين وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فريج همومنا ونفس كروبنا وقضي ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم اللهم موتانا اللهم ارحمنا سنصاموا وقاموا معنا في الأعوام الباضية اللهم أنزل على قبورهم شابب الرحمات اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد من مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتوفيقك وأيدهم بتأيدك وانصر بهم دينك واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزام اللهم احفظ جنودنا على ثبورنا احفظهم بحفظك واكلأهم برعايته وعدهم إلى أهلهم سالمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا ومسألتنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا إياه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين